مع تسارع حركة تصدير الحبوب من أوكرانيا تتشكل زحمة عند أبواب البوسفور حيث تصطف سفن الشحن إلى ما لا نهاية قبالة سواحل إسطنبول كانت 150 سفينة شحن بعضها فارغة وبعضها محملة تنتظر عند مدخل المضيق ومخرجه قبل الخضوع لعملية التفتيش الدقيقة التي تسمح لها بالإبحار مع احتمال وصول مهلة الانتظار إلى حوال 12 يوما أحيانا وبصورة إجمالية توجهت أكثر من 6 ملايين وتسمائة ألف طن من الحبوب إلى أوروبا والشرق الأوسط وبنسبة أقل إلى إفريقيا وفق بيانات مركز التنصيق المشترك في إسطنبول الذي يجيز الرحلات ويدقق فيها ويشكل القمح والذر الجزء الأساسي من الصادرات الرامية إلى تخفيف الضغط في الأسواق العالمية والاستجابة للمخاوف من حصول أزمة غذائية وأتاح الاتفاق الموقع مع كياف وموسكو في التاسع عشر من تموز يوليو برعاية الأمم المتحدة وتركيا لتصدير الحبوب الأوكرانية عبور أكثر من 630 سفينة في الاتجاهين منذ دخوله حيز التنفيذ في الأول من آب أغسطس اشتركوا في القناة